قاهرة معي دكتورة ميرفت العماري استشارية نفسية مساء الخير أهلا بكي معنا دكتورة ميرفت بداية يعني طبعا حضرتك ملمة بهذا الموضوع قبل أن نتطرق بالتفصيل للشق النفسي لماذا الآن نتحدث عن هذا الموضوع يعني ثقافة ما ذكر في تقريرنا أكثر من نظرة عربية يعني ثقافة بأنه الخوف من المجتمع وما إلى ذلك هذا لا ينطبق على هوليوود والثقافة هناك صحيح أم لا يعني لماذا لم يحكى بهذا الموضوع مساء الخير فرصة سعيدة أن أكون معيكم أنا طبعا فكرة التحرش الجنسي والعتداءات الجنسية كلها بتقعي في منطقة صعبة أن الناس تتكلم عنها بصراحة منطقة التبوز زي الجنس والدين والسياسة دي مناطق بتبقى صعبة أو التعامل معها حتى في المجتمعات المفتوحة لكن هما طبعا أكثر جرأة مننا لكن ومع ذلك برضو بيبقى مش سهل الناس تعلم عن كده عن أن حصل لها اعتداء وخاصة إذا كانت من المشاير لأنها بتخاف على شكلها وصمعيتها والتعامل معها في المجتمع بيبقى ياخد بصمة طب بيبقى فيه مشكلة في الحكاية دي لكن هي المجتمعات المتقدمة بتتعامل أحسن مننا طبعا لأن الإعلان فكرة الإعلان يعني لو ما تقري مثلا المقارنات بين الأرقام اللي تم الإعلان عنها والتوجه للبوليس أو للعمل بلاغ دادو دي بتبقى طبعا عددها أكثر من عندنا في العالم العربي ولكنها في الآخر برضو لا تعبر عن الحقيقة لأنها تمس منطقة صعبة تتعامل معها بسهولة السمعة والشرف نعم طيب هو المنتج دي نتحدث عن هذا الشق كيف تكون نفسية هكذا شخص يقوم بهذا الكم من التحرش الجنسي يعني نتحدث عن نفسية معينة طبعا بكل الحالات يعني فيه جذور لهذه النفسية ولكن أيضا الجو والفرص نحن نعرف نتحدث عن منتج نتحدث عن ممثلات وعن كم من المشاهير اللاقي لهنا مصلحة معه فكرة أن الشخص يبقى مشهور أو غير مشهور لا يعني أنه يكون غير مصاب طبعا كلنا يكون مصابين ولكن هي فكرة أنه عنده فرصة يعمل علاقة طبيعية وعلاقة بسطة طبيعية جدا فترة محترمة وعلاقة لها سبات ولها كل زي الشخص العادي هي الأشكالية أنه هو الشخص الشخص ده اسمه الحراف جنسي الحراف جنسي غير المرض الحراف يعني هو مش قادر يمشي في الصف للناس مش فيه كل الناس عندها طاقات جنسية لكنها تقدر تعبر عنها بطريقة صحيحة في المناطق المناسبة وده بيحصل لما يكون الشخص بيطور أدواته وبتعامل مع الموضوع الجنسي بشكل صحيح لوقته لأنه بنعمل إزاي إمتى مع مين مهم نفكر بالطريقة دي الشخص السوي الشخص الغير السوي بيطلع تقاطب جنسية بطريقة هو نفسه لاستطيع سيطار عليها وبالتالي بتوقعه في مشكلات مع الوقت ما بيعرفش يعمل غير بالشكل ده لأن الشخص بتولد بفهم خاص يعني معاني كتير جدا للأشياء بتحدد مع التربية التربية تبدأ تحط نهر كده تثبط نهر الجنس مع الوقت الدفاف بتاعته لازم تزبط شوية شوية بالتربية بالوعي للثقافة مع الوقت بياخد شكل كل واحد فينا له شكل في إدارة العلاقة الجنسية بالآخر معايا حضرتك طيب مع الوقت بقى إذا الشكل ده كان شكله غير ثاوي غير طبيعي ومع الوقت يعني خلاص بدأ يتسم بالثبات أنه مش قادر يغير الحكاية دي فهي دي الإشكالية بيبقى عنده مشكلة في أنه لا يستطيع سيطار على رغباته كلنا عندنا رغبات الشخص السوي هو اللي يسيطر على رغباته وليس يتبت رغباته يعني وليس يفشل إحنا الشخص السوي يفشل ينجح في أنه يتبت رغباته الشخص الغير سوي يفشل في إدارة هذه الرغبات ما يقدرش يسيطر عليها فتخرج منه بشكل غير مناسب هو نفس حتى هو ما ياخد باله من شكله وتاريخه مش واخد باله إنه تاريخ كبير جدا وبيهزه مش قادر يسيطر على نفسه ده معناه أنه عنده مشكلة كبيرة هي بداية المرحلة التي ربما يصل إليها أو يصل إليها في بعض الأحيان المغتصب إلى أي درجة نتحدث عن تقريبا نفس بدايات المرض عندما نتحدث عن تحرش أو نتحدث عن اغتصاب ليس فقط تحرش إن كان لفظي أو جسدي أبصي حضرتك أنا عاملة دكتوراه في الاختصاب بشكل عين أعرف حضرتك لما كنت داخلة بدرس بتخيل إن المختصب ده شرير بقى وأنا دخل كست كمان عندي اتهمات خاصة لتاريخ الستات بقى واللي حصل لهم لما تقري كده في التراص الأدب الكتب اللي معمول لحوالي القصة دي تكتشف إن المختصب أو المتحدث لشخص غالبان جدا ومسكين لا يستطيع إدارة علاقة حقيقية مع شخص مع آخر وهو لا يستطيع غير اللغاء هو يلغي لأنه تم إلغاءه من زمان العلاقة الجنسية هي علاقة حقيقية علاقة بشخص العلاقة السويية شخص بيطرح نفسه في علاقة حقيقية مع شخص من الجنس المغير عشان يجد نفسه من خلال هذه العلاقة لأن الشفافية في العلاقة كأن الشريك ده شفاف بيعد من خلاله اللي يجد نفسه دي العلاقة السويية والشخص التاني برضو بيعد من خلال هذا الشريك لكن إذا الشخص مش قدر يعد لكن هو عايز يهدم اللي قدامه يبقى عنده مشكلة في إدارة علاقته بالآخر وبذاته لأنه أنا هو الآخر لو أنا مش عندي علاقة جيدة بالآخر أنا مش عندي علاقة جيدة بنفسي المختصب شخص بيحاول يلغي وجود الآخر لأنه لا يستطيع تحمل الوجود لأنه شخص ملغى هو مش موجود طول الوقت عايز يزبط أنه ما فيش حد موجود لأنه مش موجود هي نوع من أنواق الالغاء فعنده مشكلة نفسية كبيرة جدا طبعا يعني مشكلة نفسية الأكبر هي عندما تصل وتقوم بإدرار شخص الآخر يعني مريضة نفسيا أعيش ببعض العزلة شيء ومريضة نفسيا كأحد يذهب للاختصاب يعني فدتي على الدكتورات مع المفكر المختصب وحش لحتي متعاطفة معه دكتورة ميرفاك لا أنا متعاطفة بمعنى مش أنه يستمر في اختصابه أحترم أنه لازم يتعالج طبعا لا نقصد أنه لازم يتعامل معه لأنه مريض وليس مجرم بدرجة الأولى فهمني إزاي لكن هو محتاج مساعدة محتاج مساعدة المجتمع لازم كمان يقدم فرص للناس لأنها تغير سلوكها من خلال تعليم مختلف من خلال علاج نفسي له فهم خاص للشخصية لوصم الآخرين بالأمراض بس ده مش حل لكن تقديم فرص للعلاج نعم وفهم مختلف لتطوره من نفسي أنا أشكرك جزيلا دكتورة ميرفاك على هذه المشاركة معنا من القاهرة دكتورة ميرفاك العماري استشارية نفسية شكرا ترجمة نانسي قطع